السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الانسان ممكن انه يتوضى ويقرأ في الماء هنا الماء يقرأ فيه كلام كلام الله لان هناك الشفاء عن طريق الماء كما قال ربنا عز وجل لسيدنا ايوب عليه السلام ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرب فالماء ممكن ان نقرأ فيه كلام الله عز وجل يصبح فيه طاقة استشفائية وهو ما يسمى بماء الرقية ان نقرأ فيه كلام الله لان الماء اذا قرأ فيه كلام الله يسجله وتصبح فيه مكونات غريبة وبالتالي من كان عنده امراض جلدية له ان يتوضى او يغتسل بهذا الماء الذي قرأ فيه القرآن الكريم وربنا يشفي ويعافي حفظك الله خديجة وبرك الله فيك واكثير من هذه الاذكار انت تسيرين على الطريق الصحيح تسيرين على الطريق السوي سيري واسأل الله تعالى ان يجمع شملك خديجة سبق لها ان تصرت بنا من قبل وانها ضحية طلاق وانها لم تكن محضوظة في زواجها لعل الله تعالى ارادها ان تكون محضوظة في طلاقها هناك نساء يشعرن بالحضوة بعد ربما قد يقع الانفصال ربنا كريم خصوصا من طرق بابه خصوصا من التجأ اليه وخديجة نموذج صالح للمرأة المطلقة انها لم تيأس رغم ان حكت لنا من قبل كيف وقع عليها الاعتداء ووقع عليها التضييق والزوج رفع دعوة الطلاق ثم وجدت نفسها وحيدة مع ابنها وفلدة كابدها ومن تم هذا الفراغ الذي عندها ملأته بماذا بالذكر ملأته بالعبادة ملأته بالطاعة ملأته بالعمل الصالح وربنا عز وجل يسير بها الى مسالك ومنازل الصالحين لبلوغ مراتب اياك نعبد وإياك نستعين وهي اعلى المراتب التي يعطيها الله تعالى لمن احب من عباده من الرجال والنساء حفظك الله ورعاك الله واسعدك الله الله تعالى للا خديجة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة